موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان في هذه الدقائق نعرض لحضراتكم نتائج اجتماعات وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المنعقدة اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 بمقر النادي الأهلي بقلعة الجزيرة هي أن مجلس الإدارة قرر اليوم في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 1 عشر عشرين عشرين برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط وبالتنسيق مع المشرف العام على الكرة وتضمنت ما يلي واحد إنهاء العلاقة التعقدية مع السيد ريني فيلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة اتنين التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة اتنين عشر عشرين عشرين ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحل الأداء كما ينضم للجهاز الفني الكابتن سامي قمصان مدربا مساعدا والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى والذان تم الإبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة كان المجلس في بداية الجلسة الحقيقة بعد التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق قد وقف جميع عضاء برئاسة الكابتن محمود الخطيب دقيقة حدادا على روح المغفور له بإذن الله سمو أمير دولة الكويت الشقيقة والذي وفته المنية نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وخالص تعزينة لشعب الكويت والأمة العربية في هذا القائد الإنسانية أيضا في هذا المجلس تم اعتماد توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين رقم ستة ورقم سبعة وكان من أبرز هذه التوصيات والاعتمادات التي تمت في المكتب التنفيذي هو تجديد التعاقد مع لعبة التنس المصرية التي شرفت الحقيقة مصر بالأداء الرائع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس مايار شريف بنت النادي الأهلي النادي الأهلي كان حريص على مش بس تجديد التعاقد ورعاية وتقديم كل العون لميار بعد هذا الأداء المشرف لكن كابتن محمود الخطيب أيضا رئيس مجلس الدارة النادي الأهلي كان تواصل هاتفيا مع ميار قبل عدة أيام أثناء مشاركتها في هذه البطولة وقبل أن تودعها أمام المصنفة الثانية لتهنئتها على هذا الأداء المشرف الذي يليق ببنت مصر وأيضا توفير الدعم لها يعني هذه أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة في هذه الجلسة المعاقدة اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بشكر حضراتكم على حسن المتابعة ودائما النادي الأهلي في المقدمة اشتركوا في القناة